أرجع بأساس حامد لقراءة في هذا الخطاب الذي وجهه مجلس إدارة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بالشكر والعرفان على قيامه بتسيل يعني ما يسمى بعقبات في إنشاء مثل هذه المشروعات القومة هي العقبات كانت بتبقى كلها هندسية يعني احنا كانت فيه فكرة بأن يكون هذا الاستاذ بس بمساحها أصغر في مدينة ناصر ولكن مؤسسات الدولة شافت أن هناك استحالة عشان الارتفاع وظروف الطيران وهكذا الموضوع هو العقبات الروتينية لكن الحقيقة أنه لم يعد هناك أمام التعمير في مصر عقبات روتينية النظام المصري بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الموجودة والحكومة اللي قبلها واللي قبلها كانت بيعني تكسر تكسر كل القواعد الروتينية التي يمكن أن تعرقل العمل وإلا ما كانتش الإنجازات الكبيرة جداً اللي المصريين شايفينها في كل مكان على أرض مصر المحروسة الأهلي يتناغم وطنياً ويتناغم في الإعمار ويتناغم في الاقتصاد ولهذا أخذ من الدولة هذا الدعم لكي يحقق حلماً كبيراً لأن نادي الأهلي بدأ عام 1909 عندما افتتح 1909 تم افتتاح المقر بتاعه في الجزيرة كان على أربعة فددين ونصف الفدان الأهلي راح على شرق القاهرة على مدينة ناصر على مساحة خمسين فدان على مساحة 53 فدان وانتقل منها إلى الشيخ زايد وأخذ أرض في منطقة أخرى فيما 130 فدان يعني أنت تعمر ثم أقصى الشرق في التجمع الخامس وأخذ خمسين فدان وأنا سعدت جداً جداً عندما قال المهندس سامي علي كامل أنه المرحلة الأولى أصلاً هي 80% من حجم الإنشاءات لأنه أنا سمعت منه قبل كده هو بيحكي بيقول أن الفرجة على الصور الجديد الصور الجديد بس ليه نادي الأهلي في التجمع تثلج الصدور بهذه المساحة الضخمة هي بالنسبة لي تثلج الصدور هندسياً وإنشائياً وكده أنا بالنسبة لي بتثلج صدري في حاجة تانية أن هذا الصور الضخم جداً سيمثل إراداً جديداً ثابتاً للنادي الأهلي لأن هذا الصور سيستغل أنت تدخلت على الاقتصادية على طول طبعاً الاقتصاد هو العصب الاقتصاد هو العصب